الفن بيعتبر قوة نعمة لا يمكن استهانة بها وخصوصا أنه بيقدر يوصل كتير من الرسالة المهمة لكل الناس وكل الشعوب بكل سهولة وبيقدر كمان أنه يعكس الواقع ويجسده النهاردة هيكون معنا فنانة فلسطينية متخصصة في الفن البصري وقدرت بلوحتها أنها تعبر عن كتير من معاناة الشعب الفلسطيني وعن القضية الفلسطينية وده اللي خلى لوحتها نتنتشر على السوشال ميديا منوارنا النهاردة الفنانة البصرية شهد الشمالي زيك يا شهد؟ مرحبا عملا إيه؟ الحمد لله عملا إيه؟ الحمد لله ومبسوط أن أنت معي النهاردة في التراند وحنسألك أسئلة كتيرة عشان ناخد منك معلومات كتيرة مرسي أول حاجة عايز أعرفها منك إيه هو الفن البصري؟ يعني إيه معناه؟ الفن البصري هو وسيلة بتقدر تترجمي عن طريقها أفكارك ومشاعرك أو أي رسالة أنت حابة تحكي عنها إلى شيء بصري مادة بصرية بتقدري تشوفيها وغيرك يشوفها ويفهمها بالطريقة اللي هتوصله كمتلقي أوكي طيب إيه الفرق بين الفن التشكيلي والفن البصري؟ هو الفن التشكيلي يندرج تحت الفن البصري لكن الفن البصري بيتشعب أكتر من الفن التشكيلي الفن التشكيلي هو أنه تستخدمي مواد محددة علشان تشكيلي شيء معين زي الخطوط الألوان مواد معينة زي الطينة للنحت زي التجميع بالصور والفوتوغراف أما الفن البصري ممكن يدخل فيه زي مثلا فن الفيديو هو شيء بصري مش شرط يبقى فيه شيء ملموس علشان تعملي النتاج الفني اللي هتعمليه طيب شهد أنت إيه حكايتك مع الفن؟ بدأت إزاي؟ يعني هل هي مثلا موغبة من أنت صغيرة؟ لأن إحنا كمعنا عارفين أن أنت درست حقوق وبتشتغلي محامية هو أنا مش بشتغل محامية أنا حاليا بشتغل كرسامة رقمية لكن أنا فعلا تخرجت من حقوق قانون وحقوق إنسان واتدربت فترة لكن كان صعب شوي مزاولة المهنة مهنة المحمى في غزة للفتيات خاصة فتفرعت في شغلات أخرى أو كان تركيزي أكبر على الفن صراحة في هذه الفترة من مشاركات وممارسات أنا كنت أمارس الفن مع نفسي أو في أوساط محددة فنية فشوي حدث عن طريق ممارسة مهنة المحامة وليه بيكون صعب أن أنت تنرسي المحامة كفتاة في فلسطين؟ أسباب عديدة يعني هي أغلبها أسباب فكرية وعقائدية يعني واجتماعية زي أنه البنت ما ينفعش كتير تخطلط في هذا المجال اللي هو بيكون مليء بالذكور سواء في العمل حتى في السجون إذا بدي أحكي لك غير أنه في قواعد محددة في اللبس في المظهر لازم تلتزمي فيها بالمحاكم أوكي طيب أنت تفرقتي خالص دلوقتي للفن؟ يعني تقدر تقولي هيك وبتديت تحسي أن أنت عندك الموهبة دي منه أنت قدي منه أنا صغيرة يعني ما بقدر أحدد لك متى بالزبط لكن كان عندي كنت دائما أمارس الفن والكتابة كمان أنا بكتب أصلا فكنت أرسم وأكتب من عمر صغير ويعني مع الوقت بتبدأي تكتشفي هذا الشيء أكتر وتعرفي هو وين ممكن يوديكي أو أنت عن طريقه إيش بتقدري تحكي إيش بتقدري تقولي تعابري توصلي فبتكتشفي أنه هو أكتر من موهبة وبس يعني طب أنت اللي أخدت بالك من موهبتك ولا أهلك؟ لا لتنين لتنين حقيقة يمكن أنا بالأول وأكيد أهلي كانوا دايما بيدعموك؟ آه طبعا أكيد هم الدعمين هم أول داعم إلي في الموضوع طيب شاهدوا لي أنت بتحسي أن أنت بتنتمي لأنه مدرسة في الفن؟ آه صراحة هو أنا شخص كثير متشعب ومتفرع يعني السؤال هذا مش مش هعطيكي على إجابة دقيقة لكن أغلب الشغلات اللي أنا عملتها هي بتروح مع المدرسة التعبيرية والواقعية اش رحي لنا بقى المدرسة دي بتبع عاملة إزاي؟ هي أنه أنت أولا الواقعية اللي هي بتبقى شيء مفهوم يعني أنت لما تنظري عليه أو تشوفيه بيبقى شيء واقعي يعني بيشبه الحياة اللي أنت بتعرفيها الواقع يعني ما بيبقاش الإنسان عينه هنا أو عينه هنا دي مثلا زي التجريد أو زي التعبيرية الكثير تعبيرية يعني فهمني بيبقى واقعي شيء معقول وبيشبه اللي عيننا متعاودة تشوفه في الحالة دي أما التعبيرية فهي أنه أنت مش بتصوري يعني مش بتنقلي من صورة حقيقة وبتحطيها في رسمة طبعا تخيل ممكن أنت تجمعي مشهد ممكن أنت تختارعي مشهد ممكن تصوري مشهد وبعدين تنقلي يعني الفكرة أنه أنت بتكرياتي المشهد اللي حترسمي أوكي فهم طب أنت شاركتي في معرض بر مصر حكينا عنها شوية كان في معرض أنا أولا بدأت مشاركاتي من غزة أوكي ده يعتبر بر مصر طبعا المعرض اللي شاركت فيه في مصر هو ليتني شامعا اللي هو المعرض الأخير شاركت أيضا في معرض في إيطاليا اسمه Out of Place بيحكي عن الهجرة القصرية أو النزوح القصري حول العالم يجمع 160 فنان لاجئ بيحكوا عن تجربتهم مع الهجرة القصرية وهذا المعرض لسه مستمر على فكرة هو يعني بدأ في شهر ثلاثة لحد شهر ستة يعني حينتي هذا الشهر وفي معارض قادمة حتبقى من ضمنها أنا مشاركة فيها كوميكس يعني قصص مصورة حتبقى في ألمانيا وبريطانيا وفي رمالة برضو فلسطين طب وانتي بتفضلي رايحة وقاية بين مصر وفلسطين لا هو هذا سؤال أنتي دخلت على حتة يعني محتاجة شرح أنا مش بفضل رايحة وقاية أولا إحنا عنا في غزة صعوبات سفر كتير عميقة من قبل الحرب طبعا فما كانش أصلا السفر سهل لكن أنا آه فعلا أنا زرت مصر قبل هيك عدة مرات وأصلا إحنا بيعني لأنه ما عنا مطار فإحنا منستخدم مطار القاهرة إحنا في غزة المطار اللي بنسافر منه هو مطار القاهرة فإحنا دايما بنمر عن مصر يعني سواء رايحين غزة أو رايحين من غزة مصر هي محطة إحنا لازم نمر عنها حتى لو مش هندخلها أو مش هندخل المدينة ونتجول فيها لكن إحنا أكيد نوصل قاهرة عشان مطار القاهرة أو مطار اسكندرية أو أين كان فإحنا دايما يعني إلنا رجل زي ما منحكي بالفلسطيني على مصر تنوروا دايما مرسي طيب إحنا معنا كامل لوحة لكي عايزيك تشرح لنا تفاصيلها أكتر ممكن أوكي أكيد هاي اللوحة هي كانت سكتش أصلا بس أنا عملتها على برينت وشاركت فيها في المعرض الأخير اللي هو ليتني شمعة هي بعنوان reflect in home يعني انعكس البيت أو نعكس البيت أو المنزل وهي بتحكي بتخدم نفس الفكرة تبعة المعرض اللي هي النجوح القصري أو الخروج من البيت التهجير القصري اللي هي الفلسطينيين دايما يعني ولا طالما تعرضوا لهذا الشيء من أيام 48 ولحد الآن فهي بتظهر فيجرز مش واضحين يعني أشكالهم مش مهمة كتير تكون واضحة لأنه أصلا لما بيحصل التهجير القصري في حق شعب معين يعني مرتكب هذا الشيء ما بيكونش يقبه أصلا بالشعب الضحية في هذا الموضوع فهما بيعكسوا البيت يعني هواقفين وزي ما انت شايفك كأنه في تحتهم مثلا مراية أو مية أو أين كان يعني بالشرط يبقى عنصر واضح وثابت في الفن لكن هما بيعكسوا بيتهم لأنه هما وين ما بيروحوا يعني هما انعكاس لبيتهم هاي اللوحة الأخيرة اللي شاركت فيها في ليتني شمعة وأنجزتها في القاهرة هي زيت على كانفاس وأنا دايما بحيب لما أحكي عن هاي اللوحة أسأل اللي شايفها هو شايف إيه بالضبط فهي فعليا مش عارفة إذا أنت حتقوليلي قوليلي بالأول أنت شايفة إيه أنا حسيها كأن مثلا واحد يعلم يعني كأن دا الماستر بتاعه أو أن دا المدرب بتاعه وبعدين أنا هحكيه للقصة أول قولي قولي آما هي قصة في النهاية وهي إن دا كان بيتمرن عنده وبعدين بعد كده هجمه أيوة هو وجهة نصر يعني ما قدرش أقول حاجة بس هي شوي بعيدة هي وشوي على جات فوذر هو طالع شبه صدفة صح؟ ألا بس صدفة هو بيعكس العالم يعني إذا بدي أحكي العالم الغربي بس أنا مش حابة أعمل بهذا الشكل بس حابة أبين كيف أنه في فئة أو جزئية من العالم بتظهر بمظهر يعني زي ما أنت شايفه هو جنتلمان لابس كويس هي زويل درست لكن هو مسلح هو يعني مش حد ماكنوناته كويسة بالمقابل قدامه حد هما في حلبة يعني هما في باتل عنوان اللوح حلبة المسالح أيوة أو حلبة يعني بس هو الثاني مش مش مسلح يعني هيز أونلي فيست فايتينج بإيديه وبش لابس كويس يعني دليل على يمكن تباضع حياته يعني فهماني لكن هو برضو مش ضعيف يعني إذا بتلاحظي بونيته أو واقفته أو مواجهته هو يعني واقف مش خايف مش خايف بالزبط فهما في صراعه وهذا الصراع إحنا بنشوفه دايما نفوه في كل مكان يعني في العالم الآن هو إنعكاس طبعا بما أني أنا فلسطينية إنعكاس لللي إحنا بنعيشه والتاني برضو لابس الطاقس ولابس البدلة وهو مع المسدس يعني هي ممكن تتفهم بكتير شغلات بزبط أيوة هو وهذاك هو صاحب الحق يعني والدليل وقفته أو ظهوره وتعبير جسمه أيوة ودي كمان من ضمن السلسلة اللي كنت بشتغل عليها لمعرض أوت أوف بلايس هم ناس برضو حاملين بيتهم معهم حاملينه لأنه إحنا لما طلعنا من بيوتنا كان يعني كنا نتمنى لو نقدر نحمل البيت لكن ما كانش ينفع فهي يعني هيك سكتش عن هذا الموضوع أو لوحة عن هذا الموضوع وبرضو نفس الموضوع أنه الفيجرز مش واضحين أو مش كتير هم مهمشين أصلا في القصة هم مهمشين في قصتهم وبس يعني وهذا كله أنا عملته أصلا قبل الحرب الأخيرة هذا كان في شهر 3.2023 والحرب قامت في كتوبر 2023 فهذا كله قبل الحرب كنت يعني بعكس أو بعبر عن هجرة 48 أيام ناكبة الفلسطينية فأصلا الأعمال هاي قبل ما أنا شخصيا أعيشها إن كانوا عائلتي أعمامي وأجدادي عاشوا هذه القصة إحنا أصلا مهاجرين من يافا إلى غزة فكنت بحكي عن هذا الموضوع لحد ما فعلا حصلت وأنا عشته يعني أنا عشته شخصيا طيب إحنا معنا كمان بيس هاي القطعة هي كوميك أو قصة مصورة بتحكي عن قصة الطفلة الشهيدة هند جبر اللي كان لها المكالمة المشهورة اللي انتشرت على السوشيال ميديا وهي بتطلب النجدة من المصعفين الهلال الأحمر فأنا رسمتها وأخذت شوي من حوارها طبعا حوار كان أطول من اللي أنا تناولته في العمل لكن أجملت الفكرة يعني على قدم بقدر وهو تخليدا لإلها هي طبعا القصة كانت مؤثرة جدا وكانت طبعا معنا كمان هنا في الترانز في البرنامج وكلمنا عنها في وقت طويل قوي من البرنامج طيب أنت يا شاهد فكرة اللوحة بتجيلك إزاي يعني أنت قلت لي أن معظم اللوحة دي كانت أساسا قبل الحرب الأخيرة في أكتوب فأنا عارفة أن طبعا أنتوا كفلسطينيين غير أن أنتوا شعب طبعا مثابر وصبور جدا ومستحملتوا حاجات كتيرة قوي بس إحنا بنحس ساعات أنتوا من كترة ما أنتوا عيشتوا في الحاجات دي كتيرة جدا بقيتوا أقوية جدا غير البشر فأنا برضو عايزة أعرف أنتوا بتفكري إزاي يعني بتجيلك إزاي الفكرة بتاعت اللوحة هل مثلا حاجة لازم تكون حصلت ولا حاجة سمعتي عنها من جدودك وأهلك ولا حاجة عيشتها ولا مش لازم أي حاجة من ده آه هو مش لازم أي حاجة من ده هو عادي يعني الفنان بشكل عام بتجي الأفضل دعنا أكلم عن شهد أوكي ما أنا بحكي عن شهد أو عن أي فنان آخر يعني البروزس هي صح بتختلف بتفاصيلها الدقيقة من شخص إلى آخر أو من فنان إلى آخر لكن هو اللي بينتج فن أكيد بده ياخد أو يتلقى المعلومات من بيئته أو الحياة الخارجية اللي هو محيطه فأكيد أكتر المواضيع اللي هو بده يتناولها حيميل أنه يتناول الشغلات الأقرب إلو أو اللي بتحصل معاه أو بتحصل لجماعة الناس اللي هو منهم أو كذا لكن هو ممكن برضو أنه يعني يجود ويبعد ويتناول قصص أخرى ويعني ما مفيش وده اللي بيحصل معيك آه آه ممكن مرة ممكن تنين ممكن مرة تلتة لا فهمني يعني هو مش موضوع إلو قاعدة محددة طب شاهد حكي لي عن تجربتك الإنسانية في الحرب وقت ما كنت موجودة هناك هي مش تجربة إنسانية هي تجربة لا إنسانية مبدين لا يعني قصدي مشاعرك نفهماكي كإنسان حسي لا هي تجربة يعني لا توصف بالكلام هي أصعب من أنها توصف بالكلام اسأليني أكتر رشد أنا أقدري أكون محددة يعني إحنا بناخد المعلومات من اللي بنشوف من على السوشيال ميديا ومن على التلفزيون بنشوف مقاسي طبعا جمدة جدا يمكن مفيش إنسان يقدر يستحملها وشعب الفلسطيني بنحس إنه زي ما أنا قلت لك قبل كده كأنه فيه قوة وصبر ربنا بنديه له لوحده فأنا بيعايز أعرف والمشاهدين طبعا إنه اللي عاش وشايف الحاجات دي بعينه في الوقت ده إيه هي تجربته أنتو بتصحوا على إيه وتناموا على إيه وتفكروا في إيه وتعيشوا بإيه وتبقوا خايفين من إيه من حد كان موجود هناك شوفي هو أنا ما بحبش ولا كلنا يعني كل الناس اللي عاشت هذا شيء ما بتحبش فكرة اللي هو التعظيم الشديد للفلسطيني كنفسية وكتحمل وكصبر لأن الفلسطيني هو بنهاية إنسان يعني أي إنسان آخر كان حيعيش نفس الظروف كان حيمر بمشاعر أكبر من قدرته على التحمل والفلسطيني كذلك يعني ما فيش فكرة اللي هو الفلسطيني بقى أقوى وبقى غير عن البشر لا الفلسطيني بشر زيه زي التانين لكن هو دائما تحت صعاب ودائما تحت ويلات وهذا الشيء يعني مش ضروري يخلي البشر أو العالم يشوفوه إنه معلش ما هو متعود فهيتحمل لأنه هو أقوى منا لا مش صحيح خالص بقى طبعا ما بنقولش كنا بس يعني قصدي إن احنا بنشوف برضو أطفال صغيرة أنا بقولك عن المشاهد اللي بتتصهر طبعا على السوشال ميديا بنشوف أطفال صغيرة ممكن يكونوا سماعين قصف وضرب وعادي احنا بنشوف يعني الولاد هنا والبنات هنا لو سمع بومبة في العيد في الشارع ممكن يتخضي السرع لأنه هو ببساطة مش متعود بالزبط طبع ومش متوقع أما الفلسطيني هي طبيعية يعني تنبني معك قوة احتمال أكبر الإنسان دايما بيتعود أو عنده القدرة على التلاؤم مع اللي بيحصل معه لكن هاي الفكرة يعني مش المفروض تخول العالم إنه ينظر للفلسطيني إنه هو عنده قوة خارقة قادر يواجه فيها هاي الظروف الصعبة ليس كغيره من البشر الآخرين أو الأعراق الأخرى أو جنسيات الأخرى لا مش صحيح فاهماني فاهمة الفكرة اللي أنا حابة أوصله فاهمة أصدق أيوة بس إحنا بنشوف أنتو طبعا شوفي هو بسي أنا عارف يا شاهد إن لما ربنا بيحط الإنسان في موقف بيطلع أحسن حاجة عنده علشان خاطر أو بيتحمل بأكتر حاجة عنده علشان خطر نفسه وأهله وبيته وأطفاله كل حاجة بس في نفس الوقت إحنا بنشوف برضو مشاهد يمكن العالم كله ما شفهاش في حاجة ولا في حتة قبل كده شوفي هو الفلسطيني ما عنده خيار إنه يبقى ضعيف لازم يبقى قوي لأنه هو مش بيعرض نفسه بس يعني أو مش بيقام عشان نفسه بس هو بيقام لأنه في لأنه هو يعني هما كل الشعب الفلسطيني واحدة واحدة لا تتجزأ فأنا لما اليوم بدي أضعف غيري حيضعف أو حيبان إنه لا إحنا عزيمتنا ضئيلة أو صغيرة أو كذا فإحنا ما فيهش خيار إحنا نازل نبقى قوي طيب قليني شاهد أنت شايفا إيه أكتر لوحة قريبة من قلبك كنتي حاسة أن هي قريبة من القضية الفلسطينية أو من الشعب الفلسطين هي اللي كانت رفلكتينج هوم وكارينج هوم اللي قبل شوية عرضناهم لأنهم يعني هما أصلا عبروا عن الحالة اللي أنا عشتها قبل ما أعيشها أنا شخصيا وبعدين لما حصل اللي حصل كانت في محلها يعني جدا شاهد طيب أنت تحسين أي نوع من أي فان ممكن يعبر عن الأحداف اللي بتحصل في فلسطين دلوتي طبعا أكيد طبعا الفن دايما بيعبر عن الإنسان وعن البشر على مر العصور الإنسان استخدم الفن كوسيلة وكلغة أنه يوصل مشاعره وأفكاره وكل الأشياء اللي هو أحيانا ما بيقدرش يعني يحكيها مثلا خلينا نقول بشكل مباشر فبيستخدم الفن حتى زمان يعني كانوا الإنسان زمان كان ينقش على الجدران وفي الكهوف وإحنا أصلا عرفناهم الآن عرفنا هاي الحضارات أو هاي الأزمنة عن طريق هاي النقوش اللي هم عملوها فطبعا أكيد الفن دايما وصيلة لأنك تحكي عن نفسك أو توصق أو ترسخ شيء معين الفن هو اللي بيعكس الواقع ولا الواقع هو اللي بيعكس الفن آه لاتنين يمكن الواقع أكيد الواقع هو اللي بيصنع الفن لكن كمان الفن هو أداة للتأثير على الواقع لكن إحنا بنبدأ من الواقع فالإنسان بيجي بينتج فن بعدين بيحور هذا الفن وبيصنع نظرة معينة ممكن فعلا تأثر في الواقع فهي يعني علاقة بتأثر في بعض من الاتنين تنفع كده وتنفع أيوة تنفع كده وتنفع كده لكن أكيد الواقع هو اللي بيصنع الفن شاهدة أنا قلت مبسوطة قوي ننتي معي النهاردة ونورتيني ولوحاتك تجنن حلوة قوي شكرا وربنا معيك وتقدري دايما تكملي وتعكسي إحساسك دايما بالطريقة الحلوة دي ونورتيني جدا النهاردة شكرا 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 وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة نشوفكم في نفس المعايات يوم الأربع جاي إن شاء الله بايما